السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تشاهدون في هذا الفيديو الطريقة المتبعة لنقل الجواز القديم إلى الجديد في المملكة العربية السعودية ويشمل الموضوع عنوين رئيسية وهي طريقة نقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد مدة نقل البيانات من الجواز القديم إلى الجديد الخدمات التي تقدمها الجوازات البيانات المطلوبة في نقل البيانات من جواز صفر قديم إلى جديد الأوراق المطلوبة لتحديث الجواز للمقيمين خدمة التفوض الإلكتروني للجوازات في السعودية طريقة نقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد طريقة نقل معلومات الجواز القديم إلى الجديد يمكن تنفيذها إلكترونيا فقد يضطر المسافرون والمقيمون في بلاد أخرى إلى نقل المعلومات إلى جواز الصفر جديد يحتاج العديد من المسافرين أو المقيمين خارج البلاد إلى نقل معلومات جواز الصفر القديم إلى آخر جديد ولذلك قد وفرت المملكة طرق لتغيير الجواز القديم من خلال خطوات إلكترونية بسيطة واحد، الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية ثانيا، اختيار أفراد ثالثا، كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور رابعا، اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية خامسا، الضغط على أيقونة الجوازات سادسا، اختيار تحديث معلومات جواز الصفر للمقيمين سابعا، الضغط على تفعيل الخدمة ثامنا، اختيار من يريد نقل البيانات صاحب الطلب نفسه، موظف، نائب الموظف تاسعا، تحديد إن كان المكفولين، الموافقين، التابعين عاشرا، التأكد من كافة المعلومات الشخصية والضغط على مغادرة الصفحة الضغط على تحديد معلومات الجواز للتأكد من صحتها الموافقة على الشروط والأحكام النقر على تأكيد مدة نقل البيانات من الجواز القديم إلى الجواز الجديد أصبح تقديم الخدمات في المملكة أمرا سهلا ولا يستغرق الكثير من الوقت للانتهاء من الإجراءات ولذلك قد يستغرق تحويل البيانات أسبوعا واحدا يمكن نقل المعلومات من خلال منصة أبشر الإلكترونية ويجب حضور صاحب الجواز أو من ينوب عنه مع ضرورة إحضار التوكيل الرسمي من صاحب الطلب وإحضار جواز الصفر القديم لنقل البيانات الخدمات التي تقدمها الجوازات الاستعلام عن مواعيد بدء جوازات الصفر وإنتهائها ومواعيد التجديد خدمات التفويض الإلكتروني على منصة أبشر الإلكترونية تجديد الجوازات ونقل البيانات من جواز لآخر جديد وإتمام كافة الإجراءات في وقت سريع وذلك للتسهيل على المقيمين داخل المملكة البيانات المطلوبة في نقل البيانات من جواز صفر قديم إلى جديد تسجيل اسم الكفيل ورقمه كتابة رقم جواز الصفر رقم الإقامة للشخص الوافد أو المقيم سواء مكفول أو تابع تحديد طلب نقل المعلومات التوقيع كتابة تاريخ التقديم الأوراق المطلوبة لتحديث الجواز للمقيمين جواز الصفر القديم بشرط أن تكون سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر بطاقة الهوية ونسخة من بطاقة التخليص السجل التجاري للمؤسسة التابع لها المقيم صورة من بطاقة الهوية للكفيل أو الضامن توقيع الضامن أو الكفيل على جميع المستندات المقدمة من خلال الخيم الأصلي للمؤسسة خدمة التفويض الإلكتروني للجوازات في السعودية تفعل من خلال التعاون مع مركز المعلومات تساهم في إنجاز العديد من الخدمات المختلفة للأشخاص المقربة من المفوض شريطة امتلاك حسابا شخصيا على منصة أبشر يجب أن يكون المفوض سعوديا من أم وأب سعوديين تقوم المملكة السعودية بتوفير الجهد والوقت للمواطنين والمقيمين على الأراضي السعودية من خلال منصة أبشر التي تتضمن العديد من الخدمات شكرا على المشاهدة إن أعجبك الفيديو لا تنسى وضع إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله اشتركوا في القناة